اشتركوا في القناة تتعلق بتطبيق القيمة المضافة لمختلف القطاعات الحيوية واهتمامه بمواصلة تعزيز الوعي لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالقيمة المضافة وتطرقت الورشة التي حضرها نحو 54 ممثلا عن 34 شركة ومؤسسة من القطاع المالي المفاهيم الاساسية المتعلقة بالقيمة المضافة والسياسات الخاصة بهذا القطاع وضمان تطبيقها بصورة صحيحة كما تناولت الورشة آليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب الفنية والتنظيمية المتصلة بها وذلك من خلال التعرف على تفاصيل الفواتير الاساسية المتمثلة في وجود رقم شهادة تسجيل والمبلغ الاجمالي بعد القيمة المضافة الى جانب الامور المتعلقة بتحصيل مبالغ القيمة المضافة وتزويد الجهاز الوطني للارادات بها والاجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات بما يكفل تحقيق التطبيق السليم خلال المرحلة الاولية لتجشين القيمة المضافة ونوها الجهاز الوطني للارادات بمدى اهمية تضافر كافة الجهود للاطراف المعنية لانجاح المرحلة التجربية لانطلاق القيمة المضافة وزيادة وعي والمام الشركات المسجلة لاغراض القيمة المضافة بالجوانب الفنية والاجرائية لها خاصة مع اقتراب موعد تسجيل الشركات التي تبلغ او من المتوقع ان تبلغ توريداتهم السنوية بين 500 الف دينار بحريني و 5 ملايين دينار بحريني في شهر يونيو المقبل ترجمة نانسي قنقر